موسيقى مشاهدين اهلا بكم الى حلقة جديدة من حوار اليوم اعلنت وزارتاء خارجية مصر وسعودية رفضهما لتدخل الخارجي في العراق والعمليات العسكرية في سوريا جاء ذلك في بيان مشترك عقب الاجتماع الخامس بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري في العاصمة رياض والذي اكد فيه رفضهما لكافة اشكال التدخل الخارجي في شؤون العراق مشددين على ضرورة الحفاظ على امنه وسلامة حدوده واكد اهمية مساندة العراق من اجل العودة لمكانتها الطبيعية كاحدى ركائز الاستقرار في المنطقة العربية والحفاظ على الدولة الوطنية ورحب الطرفان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بما يفتح الباب امام فرص العمل على اعادة بناء واعمار العراق وفيما يخص شأن سوري شدد البلدان على رفضهما لأي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الاراضي السورية وتروع الشعب السوري كما اتفقا على ضرورة دعم الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة اراضيها ومكافحة الارهاب وعودة اللاجئين والتوصل لحل سياسي للازمة القائمة اجتمع الجانبان على ضرورة المضي قدما في العملية السياسية بمفاوضات سورية سورية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة لسوريا حول بيان مصر وسعودية حول العراق وسوريا يدور حوارنا اليوم مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي باليوم السابع برحب حضرتك معنا أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين الكرام أسأل حضرتك نخرج إلى هذا الفاصل ثم نبدأ حوارنا موسيقى 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 باليوم السابع أستاذ أحمد يعني إلى ماذا يؤشر هذا البيان المصري السعودي في هذا التوقيت خلينا طبعا نتكلم أن هذا البيان جاء في وقت مهم جدا وبالتالي له دلالة قوية وحاسمة خاصة أننا مع بداية 2023 شايفين عدة تطورات كبيرة جدا بتحدث في المنطقة العربية على رأس هذه التطورات التطور اللي هو التقارب الروسي التقارب السوري التركي وشايفين دلالة الكلام حوالي وجود صفقة تركية سورية خاصة بما يحدث في شمال سوريا وأنه هناك يعني رفض أمريكي لهذا التقارب وهناك دعم قوي جدا لروسيا بالنسبة لحدوث هذا التقارب التطور الثاني والمهم أيضا وده اللي بيخلي البيان له دلالة مهمة جدا وفي غاية الخطورة ألا وهو التطور الخاص بإصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحنا شايفين قد إيه الانتهاكات اللي بقت موجودة في ظل وجود حكومة نتنياهو المتطرفة والمشاكل الكبيرة جدا اللي للأسف الشديد حاليا درائتي بتمارس ضد الأشقاء في فلسطين وانتهاكات للمسجد الأقصى التطور الثاني أيضا المهم أو الثالث المهم هو تولي مصر لقيادة القوات المشتركة لحماية والتجارة الدولية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب وشفنا قد إيه الزعر والرعب من قبل ميليشيات الحوسي وبعض الخرقات اللي بقت موجودة هناك التطور الرابع أيضا المهم هو فكرة الأبن المائي العربي وفيما يخص قضية صد النهضة هذه التطورات جميعا بيؤكدوا أنه لهذا البيان يعني أهمية كبيرة جدا ودلالة عظيمة جدا في توقيت مهم وبالتالي حضرتك أنت لما تيجي تتكلم عن السعودية ومصر أنت بتتكلم عن أكبر قطبين أو القطبين الرئاسيين في المنطقة العربية وبالتالي لما تأتي لجنة المتابعة والتشاره السياسي اللي هي دايما بتعتبر مطبخ السياسات بين البلدين ومهمتها الأساسية والرئاسية في فكرة وضع الخطط أو رسم الخطط المستقبلية للبلدين على الأقل خلص مدة عام وبالتالي أهمية هذا البيان كان مهم جدا وكل المراقبين أكدوا بأنه بيان أتى في وقت مهم جدا خاصة أنه تميز أولا كان بيان مطول للغاية ثانيا تميز أيضا بأنه كان عنوانه المباشر والمنشط الخاص به الأمن العربي جزء لا يتجزع يعني نظر إلى القضايا أو الأمن العربي بشكل كامل يعني تطرق إلى القضية الفلسطينية تطرق إلى القضية السورية تطرق إلى القضية الليبية تطرق إلى القضية اليمنية تطرق إلى قضية الأمن المائي العربي زي ما ذكرنا وبالتالي فكرة أن الأمن العربي كله لا يتجزع ده كان المحور وده اللي ده دلالة مهمة جدا وميزة مهمة جدا لهذا البيان طب هل هذا يعتبر يعني هذا البيان تحديدا عودة بقوة للدعم العربي للملف السوري والعراقي هو احنا في البداية خلينا نفهم ايه اللي بيحصل في شمال سوريا الآن طبعا احنا عارفين انه تركيا لديها قوات موجودة ومتمركزة في شمال سوريا وبالتالي هي تريد ان هي تؤمن حدودها وفقا لستراتيجيتها القومية وفقا للامن القومي التركي من خلال ان هي تحاول تصنع او توجد منطقة اسمها المنطقة الامنة على بعد 30 كيلو في عمق 30 كيلو في شمال سوريا دي نقطة نقطة تانية عندها ايضا ابر مهم جدا وهو وجود حوالي 4 مليون لاجئ سوري في اراضيها وبالتالي هي تريد ان تحل هذه الازمة في ظل الاوضاع الاقتصادية المترضية في تركيا وبالتالي التدخلات السافرة من قبل تركيا في سوريا ده كانت موجودة واحنا شفنا اخر حاجة ان هي هددت بعملية برية في شمال سوريا وشمال العراق بالاضافة الى ان تركيا دائما وخاصة بعد احداث 2011 دائما ما تسعى الى توسيع نفوذها وخاصة في سوريا وفي العراق على اعتبار ده يعني له مرجعية خاصة بالدولة العثمانية القديمة والطموح التركي وخلافه يعني هل وجود تركيا في شمال سوريا وشمال العراق هو مجرد حلم العودة الى الامبراطورية العثمانية التركية القديمة ولا الناس الاتراك عندهم مخاوف امنية يعني هم عندهم هاجس الدولة الكردية وانحنا يجب الا نسمح بنشوء دولة كردية سواء في سوريا او في العراق او على الحدود الايرانية ويعني هو ده الهاجس الرئيسي عند الاتراك بصفة دائمة هل هي مجرد احلام امبراطورية عفى عليها الزمن ام انها مخاوف امنية حقيقية لا هي طبعا هو هاجس وهو ده المعلن للجميع ان انا بحافظ على الامن القومي الخاص بي لتركيا كدولة لكن هو في الامور لها ابعاد اخرى اعتقد انه هو متعلق تعلق كبير جدا بالطموح العثماني لما حضرتك تيجي تشوف انه بعد 2003 شفنا انه تركيا تريد ان هي يعني يكون لها نفوذ حقيقي في مدينة الموصل العراقية وكركوك ولما نجي نرجع للاتفاقية اللي كانت بين العراق وبين تركيا اللي هي اقرت واعترفت تركيا بسيادة العراق على هذه المحافظة الى انه دائما دائما تركيا ما تريد ان هي يعني تكون لها دور كبير جدا في هتين المحافظتين بالاخص ودائما ما تغذي فكرة القومية الخاصة بالتركومان كل ده يا فندم يؤكد لنا انه في العلن هناك سياسة تتحدث عن فكرة الامن القوم التركي تتحدث عن هاجس والمخاوف الامنية لكن هناك طموح نشوفنا تركيا ماذا تريد من ليبيا تركيا ماذا تريد من العراق تركيا ماذا تريد من سوريا كل هذه الدلالات الم تؤدي في النهاية للقارئ يعني وكل المتابعين انه تركيا لا تريد ان تكون لها نفوذ سياسي نفوذ اقليمي تريد ان هي تسترجع الفكرة الدولة العثمانية والطموح العثماني من جديد لكن بشكل يتوافق مع النظام الدولي الحديث والمتغيرات والمستجدات اللي موجودة في المنطقة العربية طب هل في القانون الدولي ما يسمح لتركيا بهذه البلطجة في المنطقة العربية سواء داخل سوريا او العراق او ليبيا او خلافه هو طبعا للأسف الشديد طبعا ما فيش طبعا في الكلام ده بدليل ان البيان اللي احنا بصدد الحديث عنه بيتكلم على فكرة احترام المبادئ الدولية واحترام مبادئ الشرعية الدولية لكن الممارسات يا عمر بي على ارض الواقع لايس لها علاقة بهذا الامر هي لها علاقة بسياسة او بالمصالح واخد بلك عندما تتشابك المصالح وعندما تريد ان تكون هناك مصلحة معينة فمعظم القوى الفاعلة للأسف الشديد بداية من الولايات المتحدة الامريكية ثم روسيا ثم كل اللاعبين المؤثرين في المنطقة العربية في النهاية هم لا يريدون الا مصالحهم الخاصة لا يريدون الا اجنداتهم الخاصة بناء على هذه السياسة سياسة المصالح الخاصة بيكون هناك تحركات سياسية بيكون هناك مبارسات سياسية بنشوف احنا المخرجات اللي موجودة وبالتالي تتقاطع وتتشبك هذه المصالح فنجد هناك تحالف امريكي تركي في منطقة معينة في ملف معين في وقت معين ثم بعد ذلك تتغير هذه الرؤى يعني يخرج هذا التحالف الى دائرة العداء في ملف اخر في منطقة اخرى وبالتالي احنا لما نجي نتكلم دلوقتي وليكن على فكرة الملف السوري التركي هناك سوريا يعني خندق التحالف مع روسيا لكن تركيا برى التحالف الخاص بالولايات المتحدة الامريكية يعني ضد مصالح الولايات المتحدة الامريكية فيما يخص شمال سوريا تقاطعت هذه المصالح دي من ناحية من ناحية اخرى هناك تحالف تركيا موجودة في حلف الناتو اذن هناك مصلحة فيما يخص يعني الناتو والتقارب التركي الامريكي في بعض من الملفات المعول على هذا الامر يا فنجم هو فكرة اين تقع مصلحتي طيب هل تركيا تحاول ان تمسك بالعديد من الملفات في المنطقة على طريقة الايرانية حتى تحصل على مزيد من التنازلات من القوى الكبرى زي روسيا زي الولايات المتحدة ولا الامر لا يعد كونه احلاما امبراطورية هو خلينا نتكلم طبعا بعد 2011 والاسف شديد تمدد الصراع في منطقتنا العربية وشوفنا ادي ايه التوسع اللي موجود في من تركيا ويتدخلها السافر في كثير جدا من بعض الملفات وان هي ازاي ادرت ان هي من خلال حروب الوكالة او دعم البليشيات او دعم القوات الخارجية او الاجنبية لخدمة اهدفها وخدمة اجندتها في ملفات كثيرة جدا في المنطقة يؤكد ان هي لديها احلام تريد ان تحقيقها على ارض الواقع ايضا بالنسبة لايران كذلك الامر هي ايضا تبحث على نفوذ اقليمي تبحث عن تحقيق مصالح خاصة بها في مناطق الصراع وخاصة في الدول العربية وبالتالي قدرنا نشوف ان هي قدرت تخلع كم يعني اياد من اللي هي نقدر نقول ازرعه اساسية تحقق هذا الحلم الايراني وبقت موجودة بالفعل على ارض الواقع اذا حضرتك انت تكلمت في الملف اللبناني هناك حزب الله وهو مدعوم بقوة من ايران اذا حضرتك تكلمت عن اليمن ايضا هناك مليشيات الحوسي وهي ممولة ومدعومة بقوة من ايران اذا حضرتك تكلمت عن العراق هناك الحجد الشعبي وهناك المكون الشيعي الذي يؤتمر بفكرة الدولة الايرانية كل هذه الامور يا فندم يؤكدوا ان هتين الدولتين لتركيا وايران هم يبحثون او يبحثان عن مصالح من خاصة يريدان توسيع نفوذهما في المنطقة العربية وخاصة ان البيئة للأسف الشديد اصبحت مهيئة لده انت بتتكلم للأسف في ظل الانقصام والتناحر بين الاطراف الداخلية في مناطق الصراع العربي اصبحت البيئة يعني بقت يعني للأسف الشديد بيئة خصبة لوجود هذه التحرقات للأسف الشديد الاقليمية التي لا تراعي مبادئ حصن الجوار وعلشان كده نرجع للبيان الخاص بلجنة التشاور السياسي بين السعودية وبين مصر اكد تأكيد واضح وحاسم على ضرورة اتباع مبادئ حصن الجوار بالنسبة للدول الاقليمية بعضها البعض لان انت حضرتك لما نجي نتكلم النهاردة وانحنا شايفين الوضع في العراق عامل ازاي حضرتك انت بتتكلم على وجود قائد الحرس الثوري الان موجود في العراق ايضا موجود منصق البيت الابيض الان النهاردة موجود ايضا في العراق وفي نفس الوقت وزير الخارجية الايراني موجود في تركيا كل هذه التحركات بتؤكد يا فندم فكرة ان الكل يبحث عن جزء من الترطة في منطقتنا العربية للأسف الشديد وعلشان كده كان البيان الخاص بالدولة المصرية والدولة السعودية كان بيان حاسم جدا كان بيان واضح جدا تناول كل القضايا تحدث عن فكرة الشرعية الدولية تحدث عن فكرة الارتكاز الى عدة محاور اساسية اهمها اهمها احترام المبادئ القانون الدولي اهمها احترام مبادئ حسن الجوار اهمها احترام ان يكون الحل هو حل داخلي حل سياسي بالنسبة لمناطق الاسراع يعني وفقا للمصرات السياسية يعني لما نجي نتكلم عن الازمة سورية يبقى حل سوري سوري لما نتكلم عن الازمة اليمنية حل يمني يبني لما نجي نتكلم عن الليبي حل ليبي ليبي اما فكرة دعم التطورات الرئيолог الخاصة بتدخل القوات الاجنبية في مناطق الصراع وهي اللي تدير وهي اللي تقدم الحلول ده أمر طبعا غير أو مرفوض تماما من قبل السعودية ومن قبل مصر طب سيد أحمد هل البيان المصري السعودي يمثل بداية لمشروع عربي جديد في المنطقة نعرف سيد محمد حسنين هيكل عليه رحمة الله عندما كان يفتح موضوع النفوذ الإيراني والنفوذ التركي في المنطقة كان يرد بأن العرب ليس لديهم مشروع سياسي في المنطقة وبالتالي هذا ما أتاح للقوى الإقليمية زي تركيا وإيران إنها تتمدد في المنطقة العربية فهل هذا البيان يعد بداية لهذا المشروع العربي للتصدي لتدخلات الإقليمية والأجنبية في المنطقة وهل سيحتاج إلى آليات للتنفيذ على أرض الواقع؟ هو طبعا خلينا نتفق أن عام 2022 كان شهد عدة بوادر مهمة جدا تؤكد أن هناك يعني بشائر خير بالنسبة للقرار العربي وقرار المجموعة العربية بداية من إعلاء مبدأ فكرة التشاور والتشارك والتعاون المحترم بين الدول ورفض مبدأ أو التبعية مقابل الحماية إحنا شفنا ده تجلى بقوة في القمة العربية الأمريكية في السعودية تجلى بقوة في القمة أيضا الصينية العربية في السعودية في ظل التنفس الدولي الكبير ده كل هذه الأمور كانت بادرة أمل أن العرب من الممكن أنهم يحدثوا نوع من أنواع التكامل السياسي والتكامل الاقتصادي وتعزيز العمل المشترك ده إحنا شهدناه بالفعل كبادرة أمل في 2022 لما يجي البيان ده في 2023 بهذه القوة وبهذا الحسب وبهذا الوضوح ده أمر أيضا يمثل أو بمثابة بادرة أمل ثانية خاصة أن احنا بنتكلم عن السعودية ومصر باعتبرهم أنه هم فعلا القطبين الرئاسيين في المنطقة العربية تاريخيا يعني حضراك لما تيجي تتكلم دولتي في ظل التشتيت اللي موجود وفي ظل حالة الانتهاء للأسف الشديد حالة وجود يعني الدول العربية بقت جسس بعض الدول العربية بقت جسس هامدة لما نيجي نتكلم لازم نفرق بين الرغبة والقدرة فالرغبة موجودة لدى العرب منذ عقود لكن القدرة تتمثل في من؟ فتتمثل الآن في ظل هذه المرحلة هي تتمثل في السعودية ومصر وبالتالي عندما نتحدث عن بيان قوي وبهذا الوضوح ومهم جدا في وقت فيه تغيرات كثيرة جدا ومستجدات العالم كله بيتكلم على نظام عالمي جديد بيتم تشكيله بعد الحرب الروسية الأوكرامية لا احنا بتكلم عن بادرة أمل مهمة جدا لكن ده وفقا برضو لسؤال حضرتك يتطلب آلية آلية مهمة جدا وفي اعتقاضي أن الآلية تبدأ من لابد أن يكون هناك مظلة حقيقية وحاسمة يتوحد تحتها العرب عندنا جمعة الدول العربية مهمة جدا أن هي تقوم بدورها لكن جمعة الدول العربية بالوضع القديم ولا محتاجين جمعة الدول العربية اللي هي تتماشى مع المتغيرات والمستجدات اللي هي طرأت على الساحة العربية وطرأت على العالم بعد 2011 لا عشان كده أنا أعتقد أن أول قرار المفترض أن يتم رقم واحد هو إعادة هيكلة الجهاز الإداري داخل جمعة الدول العربية بما يتناسب ويتماشى مع المسجدات والتغيرات الموجودة حاليا في المنطقة العربية اتنين لابد أن يكون هناك مجلس حقيقي ينفذ كآلية ينفذ قرارات جمعة الدول العربية بشكل حاسم يعني أنا مش معقول أبدا أفضل في ظل هذه الصراعات وفي ظل هذه المشاكل الكبيرة جدا أبقى قدام قرارات وقدام توصيات ولا يوجد جهاز حقيقي يتم تفعيلها على أرض الواقع وبالتالي كلها يبقى يعني قرارات استشارية قرارات اختيارية لا تحقق المطلوب منها لكن عندما يكون هناك مجلس زي مجلس الأمن بالنسبة للأم المتحدة مهوزراء الزراع الرئيسي للأم المتحدة في تنفيذ قراراتها بالنسبة للقانون الدولي طب السؤال احنا ليه في جامعة الدول العربية ما يبقى عندنا جهاز ده يتواكب مع هذا الأمر وخاصة أن انت بتتكلم في المنطقة العربية الآن فعلا في أمس الحاجة انت بتكلم عن حوالي خمس دول أو ست دول حاليا يعانوا أشد المعاناة من التدخلات الأجنبية في المنطقة من تكالب القوى الفاعلية على مقدراتهم الاقتصادية والاجتماعية حتى موجودة بتتكلم على فكرة الصراع اللي موجود حاليا من دولية الميليشيات بقى تتحكم في مصائر الشعوب هل هذا يعقل في ظل ظروف كبيرة جدا بيمر بها العالم الآن من موجود التضخم من التربط السياسية كبيرة جدا في ظل تخوف العالم من وجود حرب عالمية ثالثة وممكن تكون بقى حرب نووية هل ينفع ان احنا يعني نقف بهذا الشكل واقفين صامتين في ظل هذه التغيرات الكبيرة جدا وفي ظل تشكيل نظام دولي المفترض ان احنا يعني نحجز مكان فيه من الآن طيب هنحجز مكان من ازاي فاندب ان احنا يكون لدينا كلمة موحدة هنحجز مكان عندما يحدث نوع من انواع التصالح نوع من انواع التقارب كل هذه الامور في النهاية يعني تتطلب بشكل فوري وسريع ايجاد آلية حقيقية لتنفيذ القرارات العربية واعتقد ايضا وهنا اريد ان يعني اذكر هذا الامر اعتقد انه يريد نبدأ او اتمنى ان احنا نبدأ بفكرة التكامل الاقتصادي العربي على اعتبار ان هو يبقى البوابة لدخول او لحدوث التعزيز العامل المشترك او التكامل السياسي ثم التكامل العسكري لان احنا للأسف الشديد من ضمن الامور اللي كانت يعني عليها ملاحظات كترة جدا وفيه علامات استفهام احنا بنتكلم على فكرة انه كل ما نتكلم عن ازمة نتكلم على فكرة لابد ان يكون هناك قوة عربية مشترك لابد ان يكون هناك جيش عربي مشترك هذا الكلام موجود من اكثر من خمسينة وستينيات احنا نتكلم في ده وكان فيه قوة عسكرية مشتركة في السيتينيات وكان لها رئيس اركان اعتقد انه كان مصري كان الفريق علي عامر صحيح ولكن لم يكتب لهذه القوة النجاح بالضبط فبالتالي احنا هنفضل لحد امتى بقى لم يحن الوقت ان احنا نختار بوابة مهمة جدا احنا بتكلم في ظروف اقتصادية صعبة جدا بيمر بيها العالم العربي الان في ظل التدعيات الكبيرة جدا ولازمات المتلاحقة بدءا من موجة كورونا او جاحة كورونا انتهاءا بالحرب الروسية الاوكرانية تكامل الاقتصاد ده هيفتح الافاق وهيبقى بوابة للعبور فيما بعد ان احنا يحدث نوع من انواع التقارب السياسي ثم الحديث عن فكرة ان يكون هناك قوة عسكرية وخاصة ان احنا بتكلم على كان هناك اقترح مصري ثم بعد ذلك احنا شايفين منظمة التعاون الاسلامي او مجلس التعاون الاسلامي لديه درع الجزيرة موجود يعني نستطيع ونستطيع بقوة لكن هي الفكرة كلها تتوقف على الارادة الموحدة والارادة الموحدة تتطلب مننا التكامل وتعزيز العربي المشترك طب هنا سؤال يعني الازمات العربية ونحن في شهر يناير سنة 2023 هل تتجه الى الحل ام الى مزيد من التأزوم هو خلينا احنا نتكلم في النهاية يعني يبقى عنواننا تفقلوا بالخير تجدوه احنا هنتكلم على فكرة ان هناك بوادر امل ان شاء الله تتحقق يعني نتكلم عن امور مهمة جدا بتحدث الان يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الملف السوري لا فيه امر مهم جدا من الارادة من المجموعة العربية بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية من جديد ايضا تعاطي الدول العربية في بعض الملفات بقى مختلف يا عمري بيه عن ما كان في 2011 و2012 و2013 الان انت بتتكلم على فكرة تقارب بعض الشيء كل ده يدينا بوادر امل في مستقبل ان شاء الله يعني نتمنى ان يكون جيدا لكن علينا ايضا ان لا ننسى الوضع المتأزم الوضع المتأزم دروقتي في مناطق الصراع للأسف شديد وفي بعض الدول العربية حتى على المستوى الاغاسي على المستوى المساعدات الانسانية وضع كارثي يتطلب بالفعل وقفة جادة وحسيمة يعني او حضراتك لما تيجي تتكلم وليكن على اليمن اليمن يا فندم بيمر حاليا باسوأ ازمة انسانية في العالم لكن تتخيل ان شعب بتعداده 33 مليون منهم وفقا للتقرير الاممية الاخيرة والتقرير الدولية والتقرير العالمية منهم 23 مليون يحتاجون الى مساعدات انسانية وعجلة الامر ايضا في سوريا لكن انت تخيل ان المعبر الوحيد اللي هو بيتحكم في موضوع وصول المساعدات الاممية ومساعدات المجتمع الدولي الى سوريا الان هو معبر باب الهوى تتحكم فيه روسيا وبالتالي اصبح هناك كوارث انسانية كبيرة جدا في مناطق الصراع في سوريا نفس الامر لما تيجي تتكلم عن ليبيا انت بتتكلم عن ليبيا على اعتبار انها اصبحت مركز عالمي لبيع السلاح شوفنا احنا اديه الميليشيات الكبيرة جدا لما نيجي تتكلم عن العراق ايضا انت بتتكلم عن العراق باعتبارها هي المصدر التاني للنفط في العالم بعد السعودية في المنطقة هنا سؤال فيما يتعلق بالعراق هل تسعى الولايات المتحدة الامريكية الى لبنانة العراق بتدعيم الوضع الطائفي وتقسيم العراق الى طوائف والى يعني تسميم الوضع السياسي الداخلي العراقي بهدف البقاء بجانب منابع البترول العراقي اللي هي امريكا تقوم بسرقتها وتقوم ببيع البترول العراقي بابخس الاسمان ما هي حقيقة الوضع هناك هو احنا خلينا نتكلم بكل وضوح هو غزو الامريكي للعراق يعني ليه اكتر من هدف امريكي على رأس هذه الهدف طبعا تفتيت انجيش العراقي دي رقم واحد نعم رقم اتنين فكرة تحقيق المصالح الامريكية في العراق واخد بل حضرتك من خلال احنا زي ما احنا بنتكلم على انه العراق هو المصدر الثاني للنفط يعني الدولة الثانية في التصدير النفط عالميا وبالتالي انت بتتكلم عن رقم كبير جدا من مقدرات النفط العراقية كلها وبعدين احنا هروح بعيد ليه عمربيه انت حضرك لما بتجي تتكلم عن العراق النفط العراقي بيروح فين الاموال الخاصة بيبايعه بتروح فين بتروح ليه حساب اسم العراق واحد موجود في الفيدرالي الامريكي هو اللي بيتحكم فيه كان بيقتص او يكتزق جزء خاص بالتعاوضات الكويتية اللي موجودة والباقي بيعطيه للعراق عندما تطلب الحكومة العراقية اللي موجودة لكن كان بيستخدم هذا الحق وهذه الالية اللي تم تنفذها اللي هو حساب العراق واحد في الفيدرالي الامريكي كان بيستخدمها كالية ضغط فيه تحقيق اهدافه الهدف الولايات المتحدة الامريكية فيه العراق وبالتالي حضرهاك انت لما تيجي تتكلم عن العراق لا العراق فيه مليء بالصورات الطبيعية الصورات النفطية الصورات البشرية طبعا مليء كبير جدا وبالتالي هو اصبح يعني نقدر نقول مهم جدا لأي قوة فاعلة انه هو يكون صاحب قرار سياسي وصاحب قرار وصاحب وجود ونفوذ في هذا البلد وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن منذ 2003 إلى الآن وشوفنا احنا قراراتها المتتالية وفقا للإدارات الأمريكية المتتالية كانت بتتكلم على انسحاب من العراق لكن في النهاية السؤال انسحبت القوات الأمريكية من العراق لكن هل ما زال هناك أربع قواعد عسكرية أمريكية كبيرة داخل العراق وهل يستطيع العراق أن أنت تتكلم عن الملف العراقي أو الحل في العراق بدون استدعاء الولايات المتحدة الأمريكية إذن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة إلى الآن أنت بتتكلم في 2023 ثم بتتكلم عن غز منذ 2003 طيب برغم خسائر القوات الأمريكية الكبيرة في العراق لماذا فرت أمريكا بليل من أفغانستان وتصر على الوجود في العراق هل القضية الأساسية بالنسبة لها في العراق هي النفط العراقي ولا في حاجات تانية ربما إحنا مش وغدين بنا منها هو خلينا إحنا نتكلم على دايما تعامل السياسة الخارجية الأمريكية مع دول الشرق الأوسط أو الدول العربية على رخص في ثلاث أهداف أساسية الهدف الأولاني هو طبعا تحقيق المصالح الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية وده اللي يهم المواطن الأمريكي ولي يهم الإدارة الأمريكية الموجودة الهدف الثاني وهو المهم أيضا هو إسرائيل وخذوا حضرتك هي تريد أن تكون طبعا إسرائيل هي الوكيلة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية وبالتالي ما يضر إسرائيل فهو يضر للولايات المتحدة الأمريكية واعتبرت أن التعرض لإسرائيل باعتباره أنه أتعرض على الأمن القومي الأمريكي دي الهدف الثاني الهدف الثالث هو الهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم ولذلك دائما السياسة الخارجية الأمريكية تعتمد على فكرة إطالة أمد الصراع واستخدمت عدة أزرع مهمة جدا من ضمنها الحروب بالوكالة من ضمنها حتى خلق المنظبات الخاصة بالمجتمع الدولي اللي جاءت يا عمري بهدف تركيع الشعوب من أجل استمرار وحماية الهيمنة الأمريكية خض واحد على العالم كله وبالتالي احنا شفنا حتى المنظمات دي للأسف الشديد في تعاملها بإزدواج المعايير والكلب المكيالين في النهاية هي لا تخدم إلا الأجندة الأمريكية إذن في النهاية حضرتك لما تيجي تتحدث على الولايات المتحدة الأمريكية ما ينفعش تتكلم من خلال إلا من خلال وجود أهداف استراتيجية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحقيقها ليس لها علاقة بالاستراتيجية الآنية أو الوقتية دا تستخدمها كل إدارة كل رئيس أمريكي يجي يرى كيف تكون المسجدات يرى المعطيات من وجهة نظره اللي هي تحافظ على هيمنة ونفوز الولايات المتحدة الأمريكية لكن هناك استراتيجية قومية للولايات المتحدة الأمريكية ليس لها علاقة بالإدارات المختلفة أي أن كان يأتي رئيس بالولايات المتحدة من الشمال يأتي من اليمين في النهاية هي استراتيجية وضحة دولة عظمة استراتيجية ثابتة ولكن تختلف التكتيكات بين إدارة ديمقراطية و جمهورية في الوصول إلى الأهداف المتفق عليها مسبقا صحيح ولذلك ده احنا بنشوفه من 2011 بشكل كبير جدا نلاقي أنه المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية موجودة في ملفات كبيرة جدا يعني بتتكلم عن مبعوث أممي في ليبيا ماذا قدمه هل انتهت الأزمة الليبية الآن رغم كم مبعوث أممي ورغم تدخل الولايات المتحدة في الأمريكية أكثر من مرة اثنين الملف السوري أيضا وجود الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب رئيسي وأساسي من خلال دعمها لقوات سوريا الديمقراطية ومجموعة قصد وقوات الحماية الكردية السؤال هل تم حل الأزمة السورية على مدار أكثر من حوالي 10 أو 11 سنة إلى الآن أيضا الملف العراقي الآن في ظل التأزمة في ظل الوضع الصعب جدا اللي بيمر به العراقيون هل استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال غزوها بداعي تحقيق الدموقراطية في العراق إنها قدر تحقق الدموقراطية في العراق زي أسلحة الدمار الشامل اللي كانت عنده صبع وراجل ما كانتش عنده حاجة الأجذوبة الكبرى طبعا وبالتالي يا فندم إنت لما تيجي تتكلم عن القوى العظمى والولايات المتحدة الأمريكية أصبح العالم كله يعرف تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إلا هيمانة الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة لا تريد إلا قيادة العالم من خلال أي آلية تسمح بذلك شفنا إحنا يعني الآليات الأخرى اللي هي خاصة بالميليشيات اللي موجودة وشفنا إحنا يعني جابت داعش في العراق ثم بعد كده أخدته وودته سوريا ثم الآن بقى موجود في أفريقيا وهي تدعي علنا أنها تحارب هذا التنظيم بكل قوة لكن ما زال هذا التنظيم موجود رغم أنه الكل وكل المراقبين الدوليين وحتى الواقع يؤكد أنه في النهاية هو صناعة القوى العظمى اللي موجودة يعني صناعة أمريكية كما طرف بذلك دونالد ترامب يعني أن داعش هو صناعة أمريكية صناعة أمريكية وبالتالي الآن داعش موجود كتنظيم مؤثر جدا في العراق ومؤثر جدا في الملف العراقي داعش موجود كتنظيم مؤثر جدا في الملف السوري بقى بشكل قوي جدا والإينا داعش موجود حاليا منذ الوقت فيه بعض الأفريقية وبدأ يتوجه إلى بعض الدول الأفريقية بشكل كبير جدا هناك رغم جماعة بوكو حرام موجودة في نيجيريا وبقى موجود بشكل قوي جدا رغم أنه الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما بتعتبر أو الانتصارات الخاصة بقتل بعض قوات قادة التنظيم انتصار مهم جدا الولايات المتحدة الأمريكية إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مرة محاربتها للتنظيم لكن في النهاية هو المعروف والمفهوم للجميع أصبح أنها تتخذ كزريعة للتدخل كزريعة للوجود الأمريكي وبالتالي حضر الله كنت لما ننجي نتكلم أيضا فيما يخص أيضا التطور اللي موجود اللي من شاء نقاته البيان الخاص بالتشاور أو التشاور السياسي بين مصر والسعودية اللي هو التقارب السوري الآن ما هي الحجة الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية فرفض هذا التقارب اللي موجود بين سوريا وبين تركيا هي فكرة أننا لا موجودة عشان قاطر أدعم قوات حماية الأقراط لأنه قوات حماية الأقراط وقوات سوريا الدموقراطية هي هدفها الأول هو تنظيم ده هو محارب التنظيم داعش في سوريا هي الزريعة الأولى اللي دائما تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في رفض أي مخطط أو رفض أي خطوات للتصالح أو أي خطوات سياسية لا تحقق مصلاحة الولايات المتحدة الأمريكية طيب يعني هل إصلاح نظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقصة حق الفيتو اللي بتستعمله خمس دول فقط معروفة الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا روسيا والصين هل إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن من الممكن أن يساهم في قوة دفع جديدة للأمم المتحدة لحل النزاعات في أماكن كثيرة من العالم ومنها العالم العربي والله نتمنى هذا وخاصة أيضا من ضمن بوادر الأمل اللي اتحققت في 2022 في ظل التنفس الدولي والاهتمام الدولي الخاص بالدول العربية أن هناك وعود من الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يكون للدول العربية ودول الأفريقية عضوية في مجلس الأمن وده أمر مباشر بس أنت عرف أن أمريكا ما بتديش أي حاجة مجانة أو مبلاش لازم يبقى فيه مقابل هذا صحيح بس خلينا نتكلم على فكرة الأمل الموجودة على اعتبار أنه مكسب في النهاية أنت لما يبقى لك صوت حقيقي وفاعل في منظمة مهمة جدا زي منظمة الأمم المتحدة في مجلس الأمن على الأخص أيضا ده تستطيع من خلاله أن أنت تعرض على الأقل خالص رؤيتك تستطيع أن تدافع عن حقوقك في ظل وجود مجتمع دولي هو الآن هو الذي يتحكم في كل المجريات في العالم الأمر الثاني أن يبقى فيه أيضا خاص بوعود الولايات المتحدة الأمريكية انضمام الدول العربية أو أحقى لفكرة مجموعة العشرين بعد الدول العربية ده كل هذه الأمور كممثل للدول العربية والقرة الأفريقية كل هذه الأمور مهمة جدا نتمنىها أنها تحقق الوعود المرجوة بأن المجتمع الدولي يقوم بمسؤولياته تجاه مناطق الصراع تجاه الأزمات وخاصة أنه فرد نفسه يعني يريد هو يعني خرج من الموضوع وقال أنا خلاص القضية قضيتكم حلوها أنتم بترئيتكم لكن هو فرد نفسه الآن كلما يحدث نوع من أنواع التقارب بين الأطراف الداخلية نجد الولايات المتحدة الأمريكية نجد القوات القصة أو القوة الفاعلة الأخرى المؤسرة في هذا الملف تتدخل بقوة حماية لمصالحها وبالتالي فكرة قيام المجتمع الدولي وقيام المنظمات الأممية وقيام القوة الفاعلة بمسؤولياتها تجاه مناطق الصراع ده هذا أمر مهم جدا وضروري وحتمي من يغذي التيارات الطائفية في كل مكان من عالمنا المعاصر هل هي القوة العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة ولا هي كانت خلافات مؤجلة داخل الشعوب وبعضها البعض هو خلينا نتكلم بكل صراحة بكل صراحة ووضوح أنه للأسف الشديد هذه الخلافات الطائفية والمسابية هي كانت الفخ الأكبر للدول العربية بعد 2011 وأعتقد اعتقاد مهم جدا أن القوة الفاعلة نجحت بامتياز في استخدام هذه الألية وما زالت بك تستخدم تستخدم بشكل كبير جدا وقدرت أنها تحقق كل مصالحها من خلال تعزيز هذا الفكر المذهبي والفكر الطائفي أنت لما تجي يا فندي بتتكلم عن العراق النظام السياسي قائم على المحاصصة قائم على الطائفية في حد ذاته وبالتالي لما نجي نتكلم على تأزم الحل في العراق نجد أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذا التأزم هو فكرة الطائفية فكرة القومية فكرة التنازع الأطراف الداخلية على المذاهب وكل تناسى للأسف الشديد الأخوة في الدم بقت يعني أنا رأيين مجاوزين من بعض يعني السني مجاوز من الشيء والكردي وهكذا صحيح يعني أصبحت الأخوة في المذهب بقت أهم يعني من الأخوة في الدم في بعض الدول العربية للأسف الشديد اللي هي يعني بقت فيها المذهبية لما تجي تتكلم على الملف السوري أيضا المذهبية هناك والطائفية هناك يعني الموضوع صعب جدا وبالتالي المجتمع الدولي والقوة الفاعلة والولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن هي توظف توظيف كبير جدا لهذه القوميات هذه الأمور الخاصة بالمذهبية واستطاعت منها تحقق زي ما ذكرنا امتياز يعني نجاح بامتياز في تحقيق هدفها في تشتيت وإطالة أمد الصراع في المنطقة العربية لخدمة أهدفها ومصالحها الخاصة طب يعني عايزين نختم بقى برؤيتك للسيناريو القادم في المنطقة العربية يعني مصر والسعودية واضح أن هم أمام دور ومشروع سياسي جديد في المنطقة فهل هذا المشروع يحمل بوادر لحل أزمات المنطقة المتفجرة هو خلينا برضو نرجع للبيان تاني ونؤكد أن هذا البيان أهم مميزاته أنه احنا أمام توافق وتطابق بين السياسة الخارجية المصرية والسياسة الخارجية السعودية في كثير من الملفات وأن هذا التوافق وهذا التطابق وصل إلى حد مهم جدا يعكس مدى يعني الأمل الكبير اللي ممكن يعني تحدثه مصر والسعودية خلال الفترة الكبيرة في تعاملها مع بعض الملفات في المنطقة العربية وخاصة أنه دائما دائما السياسات الخارجية المصرية والسعودية دائما ما تدعم التركيز على تعزيز العمل المشترك دائما ما تسعى إلى فكرة تعزيز التحقيق التشارك والتعاون باحترام والتبادل في التعاملات السياسية والاقتصادية وأمور كثيرة جدا أيضا اتفقوا وتطابق الهدف في فكرة رفض التدخل الخارجي أو القوات الخارجية لبعض الدول اللي فيها إصراع أو فيها مشاكل خاصة بالإصراعات اللي موجودة الآن أيضا تم الاتفاق وده أمر مهم جدا على فكرة رفض رفض قطع الميليشيات ودورها والقوات المختزقة في تأثيرها على مسارات الحل والاتفاق الرئيس على فكرة الحل السياسي أو المسار السياسي في الوصول في النهاية إلى يعني تحقيق الحلم بالتوحد لكن ده هيكون في النهاية له يعني أهمية ودلالة إن شاء الله سنراها في الأيام القليلة القادمة وخاصة نحن يعني أعتقد أنه يبقى الاختبار الأول والمهم هو نجاح التقارب السوري التركي وخاصة أنه نحن شفنا البيان أكده على أنه السعودية ومصر تدعم مصار الحل السياسي في سوريا من باب يعني السور السوري وأخذها حضرتك وليس من باب يعني فرض الشرعية أو إطفاء الشرعية لنظام الأسد على حساب الحل السوري ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا ورفض دور الميليشيات في بعض دول الصراع كل هذه الأمور إن شاء الله نتمنى من أن السعودية باعتبارهم يعني هي ومصر باعتبارهم قضيين أساسيين في المنطقة العربية إلى الفترة المقبلة إن شاء الله اختمن أن أشكر حضرتك الكاتب الصحفي الأساس أحمد التايب الكاتب والمحل الأسياسي باليوم السابع نورتنا شكرا الله الشكر موصولكم ومشاهدين في كل مكان أتقبلوا تحيات رئيس تحرير محمد طوخي نلقاكم دائما على خير إن شاء الله في أمان الله